اللجنة المالية النيابية مصطفى سند أن العديد من الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والبنك المركزي تؤثر على حل أزمة الدولار في البلاد طبعا المشكلة الدولار هي المشكلة المستديمة هذه الفترة بقط متصدرة ومتربعة على عرش المشاكل هناك مشكلتين مركبة المشكلة الأولى هي في تعزيز الدولار من قبل فدرالي المبيعات اللي جاي تنباع وتعلم في نشرة البنك المركزي ما جاي تتعزز كلها بالتالي راح هذا سبب بتراكم الاحتياط المركزي فيه خارج العراق قرابة 130 مليار دولار وعندنا مشكلة ثانية إجراءات بوليسية داخلية اعتقالات وإجراءات بوليسية لضبط الدولار وهذه الإجراءات ما تجدين فعل بالأسواق أسواق الحرة تحتاج بيئة آمنة التجارة تحتاج إلى حرية أكثر اليوم هناك تقييدات على التجارة مع إيران ومع تركيا ومع الصين